هلأ رح نروح بفقرتنا للمبادرات الاجتماعية والعمل الخيري اللي ما بيتوقف طيلة أيام السنة هيدا المبادرات المجتمعية المتنوعة بنفس سوري وروح وطنية عالية وعملها أخذ طابع أكتر اتساع وفعالية بمواجهة واقع الإرهاب اللي تعرضت له بلدنا الغالية هاي الجمعية هي جمعية زينب الخيرية ولحتى نتعرف أكتر على نشاطات الجمعية المستمرة أكيد بشاركنا صباحنا لليوم زينب حمود صباح الخير يا زينب مديرة جمعية زينب الخيرية وأيضا أحمد الدكنجي المسؤول المالي لجمعية زينب الخيرية صباح الخير لإلك أحمد أهلا وسهلا فيكم رمضان كريم يسعد صباحك زينب يسعد صباحك أيضا ورمضان كريم بداية زينب خلينا نحكي عن الجمعية ونستذكر كل شي ونحكي عن تفاصيل معينة تفضلي هلا الجمعية أشهرت بألفين وعشرة هي نشاطة قائمة من قبل الألفين وعشرة ألفين وعشرة أشهرت نظاميا مع وزارة الشؤون عملة عم يزيد كل سنة عن سنة ما بيختص بشي محدد نحنا عنا الطبي عن المشاريع التنموية عنا رعاية الأطفال عنا مشاريع صغيرة عنا هلا بلشنا كمان عملنا شي مع منظمة الفاو مشروع لخمسين سيدة معيلة لأسرتها بمطقة القدموس حكينا وقتها في قبل بمرة كمان عن الزعتر البري صحيح زراعة الزعتر البري هذا كان آخر نشاط كبير فينا نقول عملنا مع منظمة الفاو بس موضوع الأطراف مستمر موضوع العمليات الجراحية مستمرة الطلاب الإعانات المالية الشهرية كل هاي التفاصيل كلها مستمرة من الألفين وعشرة وكل مالا للأسف فينا نقول عم تزيد شوي يعني حاجات العالم عم تزيد خاصة بعد الحرب يعني الحمد لله الأمور تمام مستمرة إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله أكيد زينب يعني نشاطات عديدة إحنا أكيد استطلعنا عليها بحلقات سابقة مع حضرتك وأكيد الجمعية شو بتقدم من مساعداته لك خلينا نروح لعند أحمد أحمد يعني أوسي صباح الخير صباح النوري روا خلينا نحكي اليوم بما أنه حضرتك مختص بالشأن المالي بالجمعية خلينا نحكي كيف بتم التشبيك مع جهات معينة كيف بتم يمكن اختيار عائلات بحاجة إلى إعانات مادية أو إلى عمليات أو إلى أي شيء بتقدمه الجمعية كيف بتم تقييم هذا الشيء ماليا نخلينا نحكي نحنا بالجمعية طبعا عنا فريق أعمل كبير طبعا نحنا منه يعني وكلهم هنا موجودين على الأرض عم تكون هي طبعا لزيارات لمناطق بالمحافظات عم نزور المناطق بنشوف مين فيها عالم بحاجة مساعدات من قيم وضع طبعا المندوب هو بيكون الأساس بالتقييم لأنه هو موجود على أرض الواقع وبشوف أكتر من نحنا موجودين ممكن بمكتب أو ما نمعه يعني فطبعا بيكون التقييم من عنده هو المبدئي بيكون في معلومات إضافية بيجيبها في لجنة بتقييم الوضع مرة تانية حتى نتأكد أنه هذا الشخص هو فعلا بحاجة المساعدة تماما وعلى أساسه بيصير المساعدة بالتم المساعدة نعم يعني دائما العطاء هو شيء جميل والمساعدة أيضا بهيق ظروف رح لنرجع لألك زينب لنحكي أنه متل ما بنعرف أنه الجمعية تعنى بالجرحة والنساء المعيلات لأسرهم من خلال مشاريع صغيرة تماما اللي يقدروا يحسوا أنه هنه عم يشتغلوا وعم يأنجزوا وأيضا يكونوا فاعلات بقلب المجتمع خليني نحكي عن هيدا المشاعدة هلأ ما أنه الجمعية كل الفئات بس الفئتين اللي ذكرتين هنه أكتر شيء هلأ حاليا عم يكون الضوء عليهم وتركيز عليهم طبعا السيدات المعيلات لأنه تعرفي عدد الشهداء لأسف صار كبير صاروا هنه المسؤولين عن ولادهم عن بيتهم وطبعا الجرحة بعد اللي بصير فيهم وخاصة نحنا أكتر شيء اللي منركب لهم أطراف صناعية فالجريح يتركب له طراف صناعي بيكون عنده أي مهنة بيكون عنده أي شيء قبل نقول ما يروح الجيش أو قبل ما يتصاوب بغض النظر كيف ما كان نحنا بنحاول نرجع ننميله ياها ونأسس له شغله اللي كان فاتحه قبل أو ممكن اللي حابب يفتحه نفسيته بترتاح طبعا يعني هو خلص نحنا مو انه والله عطيناك كم ليرة أو عطيناك سلة أو أي شيء لأ نحنا عطيناك مبلغ صغير لنقول أو بحسب حاجتك لتأسس مشروعك أنت ما بقى تحتاج حدا هو هذا الشيء الأساسي اللي نحنا دائما ندور عليه إن كان مع الجرحة إن كان مع السيدات المعيلات أو أي شخص بحاجة مساعدة طبعا بغض النظر عن الطبي فهذا هو الهدف الرئيسي إنه نحنا نعطيه مثل ما بقوله طرف الخيط وهو يكمل لحاله بلا ما يعتاز أي شيء تاني سيدات المعيلات أدنا فينا في كتير سيدات يكونوا أولادهم موجودين بالبيت ما بيقدروا يطلعوا ما بيقدروا يشتغلوا ما بيقدروا يفتحوا مثلا مشروع صغير شو ما كان يكون بقلب بيتهم ممكن نحنا نفتح لهم هذا المشروع إن كانوا بصناعات غزائية إن كانوا بخياطة يعني بتعرفي سيدات قللهم أكتر تفاصيل أكتر وخاصة الحيوانات لنقول إنه نحنا ممكن نوزع مععز منوزع بقر بالريف يعني هدول أكتر ممكن يكونوا بقلب البيت ويستفيدوا منه لبيتهم ولبرة يعني هاي الفكرة الموضوع الزراعي حتى في كتير عم يعملوا الحدائق الزراعية بالبيت هاي زينا بيمكنوا غافلة عنا كتير من الهلاء شوي صراحة مشان ما نحكي لحق أغلب المنظمات مع جمعيات عم يشتغلوا هذا الشغل مثل نفس مبدأ الفاولي نحنا عملنا يعني كله كانت الأراضي قريبة عبيوتهم مناسبة للأرض الزراعية الموجودة بالمنطقة لا ممكن يكون عندهم أرض صغيرة يزرعوا بندورة يزرعوا بيتنجان بيربوا مثل ما قلت لك مسنبقرة بيربوا جاج أي شي ممكن هنن بيعرفوا يشتغلوا فيه نحن موجودين لنقدم لهم هاي المساعدة لحتى هنن خلاص يعني يبلشوا حياتهم بلا ما يكونوا يعني يرجعوا على القليلة مثل ما كانوا قبل مضرور يكونوا أحسن بس على القليلة قبل الحرب ما أسرت فيهم طيب زينب هيك نشاطات قديش بدا يمكن دورات بداية أو التسليمون راس الخيط أو لأي مشروع قدي بدون دورات والمتابعة أيضا مع بعض المشروع يعني جمعية عم ترجع ترصد أو تعمل تقييم للمشاريع يلي عم تنتراح يعني هلأ كتير صايرين نحنا قبل كنا شوي قديم نسبة المئوية من النجاح الحمد لله كتير مبسوطين لأكتر شي نحنا عملنا تقييم مشاريع للسروة الحيوانية ولا مشاريع لخياطة هنن ما نعنون مشاريع يعني يعني كل حدا بيشخصو بيبيتو بس بدال ما كان مردود مدخولو أكتر من الضاعف المدخول الشهري للعيلة بعد ما قدمنا هاد المشروع لأنه نحنا نطرح مشروع أو هن الناس بيطرحوه علينا ندرسو سوا قديش ممكن يفيدو قديش عندك خبرة في واحدة مثلا ممكن أنه بتعرف شوي بموضوع مثلا لحلاقة أو الميك أب أو عندنا اهتمام تماما نحنا نعمل لها دورة أكترا ومن ندربها أكتر بمعهد قريب أو في كتير معاهد مثلا لهذا الموضوع ومنقدم لها المواد وهي بقى تبلش لحالها طبعا بهمنا كتيرا نقيم لنعرف نحنا إذا هذا المشروع نعطيه لحدة تاني أو لا إذا فشل عند شخصنا نعرف ليش فشل شو الأسباب أجباري في المتابعة دائما موجودة يعني أقل شيء سنوية يعني أقل شيء نحنا بعد المشروع بسنة لازم نعرف شو نتائج هذا المشروع لحتى نشوف إذا منعمله لغير الأشخاص أو لا بكل النواحي طبعا كيف بالمئة فينا نقول النسب النجاح وهكا الرضا فيني يقلك تسعين وما فوق لأنه أصلا العدد مو كتير كبير وأغلبه هن نطالبين يعني نحنا ما منجبر حدا بمشروعين يعني أنا مثلا بيش شخص لعندي بيقولي أنا عندي الأرض وعندي المكان وكذا بدي عجلة بيحاجة لكذا أوكي أنت أدران تربية أدران نحنا بندرس وضعه الاجتماعي ووضعه الصحي وضع عيلته من ده يهتم عنده لقدر يجب له الأكل عنده لقدر يطلعه كل هاي التفاصيل قبل ما نقدم له هذا الموضوع فعلى أساسه بما أنه هو اللي طلبه هو المتشجع لهذا الشي هو المتحمس لهذا الشي فلا بتوقع تكون النسبة بالتسعين وما فوق بالنجاح لأنه منه نطالع مو إجباري إجاء الموضوع فالنسبة منيحة إن شاء الله يا رب تصير مية بالمية إن شاء الله يا رب إن شاء الله أكيد رح نكفي حديثنا معكم بس خلونا نشوف بعض الصور لنشاطاتها الجمعية ونرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني من بعد ما شفنا نشاطات عديدة من جمعية زينب الخيرية خلينا ننتقل لعندك أحمد أحمد يمكن شفنا كثير من الجمعيات ظهرت بالأزمة وقدمت كثير من الفعاليات والأنشطة والمبادرات اليوم جمعية زينب الخيرية بعيلتا يلي يمكن هكلكون إيد وحدة وفي جو هذا العيلي خلينا نحكي قديش مهم أجواء العيلي لحتى تقدموا أكتر قديش مهم أنه تكونوا إيد وحدة قديم مهم العطاء اليوم اليوم بحياتنا بعد هالحرب والدم يلي شفناه هلا أول شي بالنسبة لعملنا نحنا بالجمعية أكيد نحنا طبعا يعني أكتر من عائلة وحدة يعني نحنا طبعا نحنا عائلتين عم نكون يعني عائلة داخلية اللي هي الموظفين والإدارة كل المتطوعين الموجودين بالجمعية اللي نحنا عم نشتغل هذا الشغل لنوصل رسالتنا للعالم والعائلة الثانية هي العالم اللي نحنا عم نقدم لهم مساعدة لأنهن بالنهاية عم نكون نحنا إذا ما كنا معهم مثل ولادهم ومثل أهلهم ومثل أخواتهم ما رح نقدر نوصل لهم المساعدة بطريقة صحيحة ما رح نقدر لا نحس فيهم طبعا هي أهم شي الأحساس يعني إذا ما حسينها بالأشخاص التانين لا منقدر نقدم لهم المساعدة ولا منقدر نكون نحنا كمان أشخاص مننا بهالمجتمع هذي فطبعا يعني العمل بروح الفريق وبروح العائلة هو أهم شي بشغلنا نعم أكيد دائما العمل كفريق التعاون مع بعض التبادل الخبرات وأيضا حمل هموم عن بعض هو اللي سبب نجاح كل مشروع وإن شاء الله يا رب تكبر مشاريعكم زينب خلينا نرجع على الجمعية وعند عمالة أيضا ذوي الإعاقة مثلما حدثت حضرتك وحكيتي عن الأطراف الصناعية والاعتناء فيهم وأيضا كان لطلاب بإكمال دراستهم حصة بجمعية زينب خلينا نحكي عن هاي النقطة واللي هي كتير مهمة اللي هي العلم اللي ما قدروا يكفوا دراستهم اللي بدون يتخرجوا طبعا يعني هي صراحة هنن أكتر شي هلا الاهتمام صاير فيه لأنه في كتير ناس كان بالحرب وإن كان أسباب مادية يعني أو اجتماعية ما بقى فيهم يكملوا دراستهم وخاصة اللي عم يدرسوا إن كان طب أو هندسة أو أي نوع من هدول الانواع يبدأ دراسة كتير وبدأ شوي تكاليف بغض نظر تكاليف الجامعة إن كان مجاني أو هي بجامعات الدولة لكن تماما يعني محاضرات اللي يكسفوا أكتر لحتى يجيبوا مواد أكتر نتيجة يجيبوا نتيجة أعلى يعني نحنا هيدول العالم اللي كتير نهتم فيهم على القليلة على القليلة ممكن نعطيهم راتب شهري لحتى هنن ما يحتاجوا يطروا يشتغلوا مثلا بعد دراستهم أو المساء أو بالليل لأ أنت مثلا عن تشتغل بهذا المكان الدعم يعطوك هذا المكان نحنا منعطيك هذا الراتب لحتى بس شوي أنت يعني تنصق بيناتهم ما بقى خلص خليك بدراستك بس طبعا نحنا عنا شرط أساسي اللي بيرسب ما منقرب عليه أنه يعني حسب إذا في ظروف طبعا يعني نحنا الشخص اللي بيرسب بلا سبب أنه يعني ما في سبب قاهر وفاة أو أي شي صار عنده بيظرفه بعيلته للطالب نحنا لأ منوقف له يعني ممكن نرجع ندرس له ياه مرة تانية بس هذا شرط أساسي لحتى هنن كتير يهتموا بهذا الموضوع طبعا هاي بشق الرواتب الشهرية عندنا ممكن نحنا نشتري المحاضرات نشتري مواد إمكان تعليم مفتوح أو موازي أو غيره ممكن نحنا نساعدهم بسجلي مثلا قبل الحرب ووقفوا بعد الحرب لأنه معد عندهم الإدراة يسجلوا بهيدول الجامعات نحنا منساعدهم كل فصل منسجلهم طب أكتر شيء يعني طب الأسنان وغير أنواع الطب بس طب الأسنان أكتر شيء عندهم سنة محددة مواد لازم يتدربوا عليها نساعدهم يشتروها في مثلا اللي بيدرسوا ممكن معلومات سياء وهيك دون لابتوب نساعدهم نحنا نشتري لهم اللابتوب لأنه هنن هذا أساسي بدلاستهم في كتير ناس تعرفوا ما قدرتها يعني بغض نظر قدي حقه للابتوب فهذا يعني قدم فينا نحنا نخدم الطلاب منحاول شو مكان يعني حتى لو ممكن نعطي لعيلته راتب مشان هو شوي يرتاح نفسيا أنه عيلته عم تاخد راتب تستعيد عن خدماته نحنا موجودين لحتعال قليل يتخرج نعم أحمد تفضل بس باختصار كتير طبعا هلا كمان إحنا موضوع الطلاب يعني يعني الحمدلله الجمعية كانت واقفة مع كتير طلاب لحتى توصلن له المراحل اللي وصلوا له هلا الحمدلله اليوم فيه طلاب كتير صاروا مهندسين وأطباء موجودين هلا وعندهم عياداتهم وعندهم بيشتغلوا بمجال الحياة يعني طبعا هنن يعني ما ما أصروا معنا متل ما جمعية ما أصرت معهم رجعوا أكيد أكيد نتشكركم نتشكر وجودكم معنا كل التوفيق لجمعية زينب إن شاء الله يا ربب حقق هالمشاريع هدفها شكرا كشي بلقا لكم شكرا كشي زينب وشكران يا أحمد رمضان كريم رمضان كريم شكرا كتير يا رب نشوفكن دائماً عم تعملوا مشاريع ودخلوا في والعطاء لقلوب الكلام إن شاء الله يا رب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم